أيها الإخوة لفتني أنه جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن ثمود وعن مكان بلدتهم التي قصمهم الله تعالى فيها بالزلزلة والرجفة وعن موقف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه الصحابة شيئا عجيبا والله هذا أمر بفيدنا كل يات اسمعوا إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك لأن مكان قوم ثمود في منطقة اسم الحجر بين المدينة المنورة وبين تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم طلع على تبوك فمر بالصحابة هو ورايح مروا على الحجر مكان تبوك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع قال الإمام أحمد عن ابن عمر قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجرة عند بيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار قال لأنهم كانوا مسافرهم دون يستريحوا في بير دون يشربوا من المي فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا لها القدور دون يطبخوا وساووا عجين فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم فأمرهم فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل قالوا لا تأكلوا من هذه العجينة اللي فيه المي تبع آبار ثمود طعموا للإبل تبعهم قال ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منه الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قالوا له يا رسول الله خلينا نشوف وين هن 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 الذين عذبوا قالوا لا لا تدخلوا اسمعوا ماذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم وقال أحمد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم لفتني في هذا الحديث طبعا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا صالح في آلاف السنين النبي قال له للصحابة أقنوا تفوتوا على الأماكن التي عذب بها المشركون لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجلسوا أو أن يدخلوا بيوت الكافرين الفاجرين المعاندين بعد آلاف السنين قال أن يصيبكم مثل ما أصابه إلا أنا فهمت من هذا الحديث الشيء معناته أنا بسير روح أعود مع واحد فاجر كافر معاند لرب العالمين متلبس بالمعصية هيك ويجاهر بها لأنه رفيقي النبي بعد آلاف السنين قال له ما تدخلوا دياره وإذا بدك تدخلوا بعد آلاف السنين أدخلوا وأنتم باكين وإذا ما بتقدروا تبكوا لا تفوتوا طيب يا رسول الله دخيلك يعني بعد آلاف السنين شو بيصير إذا أنا فتت يعني آثار هاي شغلة ومتاحة فعما نشوف شغلات لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي صحابته هذا درس يا أخوان لكل واحد بناتنا مرات واحد إذا إلك رفيق يا رجل يحارب الله ورسوله قال تعالي فسو الله أنا بحبه طيب أنت بتحبه كيف كيف تحبه أنت تحب الله ورسوله أخي بدك تحبه وأخرجه مما هو فيه ما بتقدر تركه هذا بيسب الدين قال إيه يعني هو صح بيسب الدين بس أخلاءه عالية أنا عالية أنا عالية إذا كان يسب يسب أرزل وأسفل وأحقر موقف هذا الدين الدين قال أخلاءه عالية أنا علو على كل يم بدك تقعد معه اطلع من ما هو فيه من الشرور إجليس بس ما بدك اطلع أو لا تستطيع أنك اطلع أو جربت مرة ومرتين وثلاثة وما رد عليك نصيحة لا تدخل ديار الذين يعني كفروا حتى لا يصيبك الله تعالى بمثل ما أصابه هذا إذا أردت أن تكون تربيتك تربية إيمانية صحيحة أما لا تأخذني يعني إلو رفقات صالحين وإلو رفقات فاجرين إلو رفقات يحبون الله إلو رفقات يعادون الله إلو رفقات بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وإلو رفقات يعادون رسول الله كيف كيف سيرقى حاله الإيمان ترجمة نانسي قنقر